السلام عليكم هناك خبر عاجل وخبر أيضا مطمئن أخيرا جاء خبر مؤكد من عند الوكالة الألمانية الفضائية التابعة للجيش الألماني التي أعلنت بأن البطارية التي ألقتها المحطة الفضائية العالمية التابعة للنفايات الفضائية التي كانت سوف تسقط هذا اليوم ومرت فوق الأجواء الألمانية واليوم كان مقرر لها أن تسقط على الأرض مرت بسلام ولله الحمد فوق الأجواء الألمانية مرات متعددة وآخر مرة مرت عليها كانت الساعة السابعة وعشرون دقيقة أو السابعة وثلاثون دقيقة وأكد أيضا المتحدد وهو أيضا ضابط كبير بالجيش الألماني بالوكالة الفضائية الألمانية بأنها مرت بسلام وعلى المؤكد الآن سقطت بالبحر وهذا أيضا خبر مطمئن بأنها سقطت بالبحر لا يعرف لحد الساعة أين سقطت هل سقطت بالمحيط الهادي يعني غرب كندا أمريكا والمكسيك هناك بالجزء الشمالي للكرة الأرضية أم أنها سقطت بشرق كندا أمريكا والمكسيك يعني على المحيط الأطلسي صراحة الحكومة الألمانية أيضا أعلنت تحذيرا حول هذه المسألة ويوم أمس أعلنت تحذيرا رسميا لأنه كما أخبرتكم يوم أمس بخبر عاجل بأن هذه البطارية التي تزن تقريبا 2600 كيلو وهي بحجم سيارة رياضية كبيرة كانت قد تخلت عنها المحطة الفضائية العالمية هي شاحن كبير تخلت عنها في عام 2021 وبدأت تدور وتدور وتدور حول الأرض والآن بسبب الجاذبية وكل مرة كانت تنزل ترجع تنزل ترجع الآن بسبب الجانبية هذا اليوم دخلت إلى الغلاف الجوي وهذا اليوم كان مؤكد بأنها سوف تسقط لكن عند دخولها للغلاف الجوي بطبيعة الحال تحطمت لأن الغلاف الجوي أي شيء يدخل ولا يكون محميا بشكل جيد فإنه يتحطم ويحرق وبعد ذلك تحطمت وحرقت وكانت هناك بعض الشضايا والآن كل تلك الشضايا سقطت بالبحر حسب ما نشرته أيضا كما قلت لكم الوكالة الفضائية الألمانية التابعة للجيش الألماني الكل كان على أعصابه مجموعة من الأصدقاء أيضا أكدوا لي بأنهم رأوها يعني رأوا ضوءا خفيفا يمشي خصوصا أن اليوم السماء في ألمانيا كانت صافية يعني لم يكن هناك غيوم إلى آخره فهناك من رأى ضوءا خفيفا قد مرت أصدقائي هذه البطارية خصوصا بولاية شمال الرين فيستفالن فوق دورتموند وغو جيبيت عموما يعني ديسبورغ، جيلزن كيرشن، بوخوم إلى آخر هناك من مرت فوق تلك السماء بعلو مئة وتسعة وتلاتون كيلو متر أصدقائي وبعد ذلك دخلت إلى نيدا زاكسن، ولاية نيدا زاكسن، وبعد ذلك إلى تيورينغن، وبعد ذلك إلى زاكسن أنهلت، وبعد ذلك مرت عبر زاكسن لتدخل إلى الأجواء البولندية لكن بدأت تدور وتدور والآن حسب الجيش الألماني وحسب وكالات الفضاء العالمية الذين تتبعوا مصارها الآن هناك تأكيد بأنها لن تسقط على البيابيسة ولله الحمد، لن تسقط على أي بلاد ولن تسقط على أي مدينة وسوف تسقط بالبحر ولذلك رغبت أن أخبركم بهذا الخبر الذي يمنح الطمأنينة للأسف هناك مشكلة كبيرة هي مشكلة النفاية الفضائية جميل جدا العلم، جميل جدا البحث، جميل جدا التطور لكن الفضاء الخاص بالكرة الأرضية خصوصا أصبح مليئا بالأقمار الإصطناعية التي أصبحت خارجة عن الخدمة أصبح مليئا ببقايا الصواريخ، أصبح مليئا ببعض النفايات والبطاريات التي الآن ألقتها أيضا الوكال الفضائي المحطة الفضائية العالمية ESS التي تدور حول الفضاء هي صراحة وكالة جميلة جدا لأن تتم فيها أيضا اختبارات مهمة وتطوير مهم وهناك أيضا علماء فضاء من مجموعة كبيرة من الدول العالمية لكن يجب التفكير بمثل هذه الأمور وكيف يمكن التخلص من النفايات الفضائية الآن أيضا أصدقائي هناك حقيبة بقيمة 100 مليون يورو تسبح الآن بالفضاء لا يعرف أين الآن هي تسبح بالفضاء هل يمكن أيضا أن تسقط بعد سنة أو سنتين إلى آخره لأنه بالمحطة الفضائية العالمية كانت عالمة فضاء خرجت من أجل القيام بإصلاحات خارج المحطة وبعد ذلك فقدت تلك الحقيبة وهي حقيبة بقيمة 100 مليون دولار أصدقائي 100 مليون دولار فقدتها الحمد لله أنها لم تتبعها تخيلوا معي لو تبعتها كي تنقيد تلك الحقيبة كان سيكون خطير جدا على رائدة الفضاء الحمد لله أنها تركتها تسبح في الفضاء ممكن بعد سنتين ثلاثة أربعة تسقط تلك الحقيبة بقيمة 100 مليون دولار ليس فيها 100 مليون دولار إنما المعدات التي بها كلفت نازة 100 مليون دولار وهي تسبح يعني هناك أمور كثيرة جدا ما زالت تسبح في الفضاء ويجب أيضا التفكير بخصوص النفاية الفضائية فيكفي أننا لوتنا المحيطات لوتنا البيئة لوتنا الأرض فلا يجب علينا أن نلوت الفضاء الخارجي أيضا خصوصا الذي محيط بالأرض لأنه سوف يأتي يوم من الأيام دلوتنا سوف يأتي يوم من الأيام ستجد الصواريخ الفضائية التي سوف تنطلق من الأرض وتتجه مثلا إلى المريخ أو تتجه إلى القمر أو تتجه إلى اكتشاف أي كوكب آخر أو إرسال قمر اصطناعي مثلا إلى اكتشاف مجراتنا مجرات درب التبانة أو حتى الخروج من مجراتنا واكتشاف مجرات أخرى ستجد صعوبة أصلا من الخروج من الأرض إذا أصبح محيط الأرض كل مليء بالنفاية الفضائية فسيصبح أيضا صعب جدا إرسال رواد الفضاء لأنه ممكن أنه ذاك الصاروخ ينفجر فكيف للإنسان أنه يفكر أن يصل إلى المريخ يفكر أن يصل إلى القمر مجددا لأنه الآن العلماء الأمريكيين يخططون ونازا تخطط النزول مجددا إلى القمر في 2025 أو 2026 الآن ممكن يؤجلوا حتى إلى 2030 لأنه الآن يعني يلزم يلزم البحث العلمي لأنه لا يمكن المخاطرة بالبشر الآن وإرسالهم إلى القمر ويخططون أيضا التوجه إلى المريخ وإلى آخره فيجب أيضا التفكير في مثل هذه الأمور كما قلت لكم العلم شيء جميل الفضاء الخارجي والفضاء كبير جدا وغير محدود يعني سبحان الخالق يعني سبحان الخالق صراحة واكتشاف مجرات أخرى أو اكتشاف أقمار أخرى أو اكتشاف أمور أخرى أو عوالم أخرى فيجب أيضا التفكير كيف يمكن التخلص من تلك النفايات لن أطيل عليكم أتمنى لكم أمسي طيبة وأرتاحوا تلك البطارية الآن انتهت سقطت بالبحر أصدقائي ضحكت كثيرا لمجموعة من التعليقات يوم أمس هناك من يقول أوه سوف تسقط علي أنا أنا أعرف نفسي هناك من يقول أوه ستسقط على سيارتي هناك من يقول يا ريت تسقط على سيارتي كي أحصل على التأمين إلى آخر يعني ضحكنا وشكرا لتعليقاتكم الجميلة الطيبة وأخذتم أيضا هذا الخبر الذي هو خبر شيئا ما مقلق لكن الكثير أخذه بدعابة وهذا هو الأهم شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء